اليوم راح نكمل معكم الجزء الرابع من تخصصات التمريض الموجودة بامريكا واللي بعضها مش موجود الا بامريكا او عمرك ما سمعت فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا محمد ناصر ابو يوسف بحييكم من قناتي مذكرات ممرض اللي بنتكلم فيها عن التمريض مهنة العظماء فلو عجبك العنوان خليك معاي للاخر ولا تنسى الثلاثية الاسطورية تبعنا الهاند واشنج والبس لجلافز وهات الماسك وتفضل معاي التخصص اللي بدي احكي لك عنه اسمه هو موجود بطريقة ثانية انت متعود تشوف ممرضين الدفاع المدني او مسعفين الدفاع المدني بروحوا بالامبلانس بيجيبوا الممرض من بيته بودوه على المستشفى لما يكون المريض على قمة جبل او في مدينة بعيدة او في ممطقة ما فيها مستشفى او وضعه خطير جدا مش راح يستحمل انه يستنى سيارة بطلعوا له هليكوبتر فهاء شغلة انك تجيب المصاب بالهليكوبتر هاي بدرسوا فيها ماجستير الدكتورات فانت ممرض اسعاف او دفاع مدني لكل الحالات التي يتم اسعافها باستعمال طيارة صغيرة او هليكوبتر او ممكن يستعملك عشان تعمل اخلاء للطائرات اللي فيها خلل او فيها قنابل او هجم عليها ارهابيين او كذا بيكون معك بيكون معك خصائص اسعاف بيكون معك وأحيانا بيكون معك بيكون معك برضو في الطب في تخصص يناظر هذا التخصص واذا ما كانش معك فلاي الدكتور فانت البص وانت المدير وانت اللي بتعطي الاوامر بدي يكون معك دكتور خصوصا في حالات الاطفال لازم تكمل 3700 ساعة عملي يعني حوالي سنتين ونص خبرة خمس سنوات فيهم او مع المرضى وتكون مسجل في لازم يكون اليك رخصة من منظمة الطيران او منظمة المواصلات وتكون معك بيئة الاس واسي الاس شرط اساسي وبعديها بتقدم على الرخصة بصير معك رخصة ادفانس ترانسبورت سرتيفيكيشن بعد سنتين خبرة بتصير كريتيكال كير ترانسبورت بروفايدر بعد كده سنة بتصير سبيشالست لما تصل لبروفايدر بتصير انت الحالات اللي ما بطلع معك دكتور انت المدير وانت رئيس التيم او رئيس الفريق التخصص البعدي لسه اغرب منه اللي هو الفورنسيك نيرس يعني ممرض الطب الشرعي لانه عندهم عدد الاطب بشكل عام قليل جدا في امريكا وعدد اطباء الطب الشرعي بالذات قليل جدا يمكن تلاقي الولاية بساحتها اكبر من ساحت السعودية مثلا وفيها طبيب شرعي او اثنين او ثلاث فصاروا يدرسوا بعض الممرضين ماجستير او دكتوراه في الطب الشرعي بيجي ممرض الطب الشرعي بيشوف موقع الجريمة برفع البصمات بيشوف الجثة بيشرحها بيكتب تقريره طبيب الطب الشرعي بيجي بيشوف التقرير وبختب وبروح مالوش دخل بشي فانت البص يعني انت المسؤول رح تدرس ماجستير بالتمريض الشرعي وممكن تتخصص ماجستير تمريض شرعي حالات الاطفال الاطفال مثلا بتعرضوا لعنف اسري على سبيل المثال او تتخصص ماجستير تمريض شرعي لحالات النساء اللي بتم اختصابهم مثلا او مثلا لفحص المرضى تصير انت شغل تكتب حصل المريضة او المريض اللي بصير له اختصاب عسب المثال او تحرش في منظمة اسمها منظمة ممرضين الطب الشرعي اللي هم منظمة الحال الباطة عدة ترخص منها ممرض شرعي عام او 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 ممرض شرعي متقدم او ممرض شرعي مختص بالعنف بين الاشخاص وحالات الخنق شوف التخصص شو اسمه فانت شغلتك تفحص وتقيم وتكتب تقرير عن الناس اللي بتعرضوا للخنق او بتعرضوا للعنف من الاخرين التخصص اللي بعده اسمه ممرض تنظير المعدة هذا باخد الرخصة بعد الدبلوم او باكلورس وبعدها لازم تنجح بالانجليكس وتجيب رخصة الولاية بس لازم يكون معك خبرة في قسم الجي اي او تنظير المعدة او قسم الجهاز الهضمي ويفضل ان تكون باطنة وجراحة او تنظير او عناية مركزة بواقع 4000 ساعة خبرة يعني حوالي 4 سنين او سنتين من اخر 5 سنوات الرخصة تخذها من الامريكان بورد اوف سيرتيفيكيشن فور غاسترنترولوجي نيرسز واقل رخصة هي السيرتيفايد غاسترنترولوجي ريجيسترد نيرس هاي بعطوك اياها بعد 75 ساعة دورات متعلقة بالتمريض الجي اي كل 5 سنوات عشان تجددها بدك تاخد كل 5 سنوات كمان 75 ساعة دورات او بتعيد الامتحان نفسه طبعا في انواع اخرى من الرخص ممكن تكون ممرض جي اي متقدم ممرض جي اي يكون سلطن تهي قصة الحالة من اغرب التخصصات الجينيتيك نيرس يعني انت شغلتك جينات المريض او تشتغل في عيادة او في مركز للابحاث المتقدمة على الجينات بده يكون معك باكالوريوس انكليكس خبرة سنتين في قسم سرطان او اطفال او تكون دارس 50 حالة معها مرض جيني تشتمل على استشارة جينية بعض الممرضين بيكملوا مجسير في هذا التخصص بس بدك تدور وين بدرسوه وباخدو الرخصة من الجينيتيك نيرسينج كريدينشلينج كوميشن عن طريق اجتياز الامتحان اللي اسمو جينيتيك كلينيكال نيرس وبتجدد الرخصة كل خمس سنوات بخمسين ساعة دورات لازم يكون جزء منهم متعلق بتمريد الجينات او طب الجينات جرياتريك نيرس لطوال البهل الناس اللي بتحب تقعد مع الختائر وتسمع السواليف ممكن تتخصص فيه تمريد كبار السن بدك تشتغل في هذا التخصص هذا بالذات ممكن البراكتيكال نيرس يشتغل فيه وممكن الريجيستر نيرس وممكن تكون كونسلتنت او سبيشالس يعني دكتوراه وماجستير برضو بزبط تخذ الرخصة من الامريكان نيرسين كريدينشالينج سنتر ما لهم منظم لحال هذول بعد سنتين خبرة الفين ساعة خبرة او ثلاثين ساعة دورات كلاهما في نفس الحقل وفي برامج في عيد الجماعات ماجستير ودكتوراه في تمريد المسنين يمكن تستفيد تبعها الهيماتولوجي نيرس او الانكولوجي نيرس اللي هو ممرض اخصائي سرطان وامراض الدم ممكن يكون معك دبلوم او باكالوريوس او ماجستير حتى بس يكون معك خبرة سنتين في قسم سرطان قبل ما تأخذ الرخصة او امراض دم او باطني او اي قسم اله دخل بالسرطان او جراحة او عناية مركزة بعدها بتنجح في الانكولوجي سرتيفايد نيرس اكزام الذي يتعقده الانكولوجي نيرسينج سرتيفيكيشن كوربوريشن عشان تجدد هاي الرخصة بدك تأخذ خمسين ساعة دورات كل اربع سنين او بتعيد الامتحان وخلص وهذا التخصص بشبه تمريض الطوارئ من ناحية انه بتفرع عنه تخصصات ثانية فممكن تأخذ رخصة الـ OCN اللي هي الانكولوجي سرتيفايد نيرس ممكن تأخذ سرتيفايد بادياتريك انكولوجي نيرس يعني تكون مختص بسرطان اطفال ممكن تأخذ سرتيفايد بادياتريك هيماتولوجي انكولوجي نيرس فبتتخصص بامراض السرطان وامراض الدم ممكن تتخصص في البلد انمرو بترانسبلابتيشن سرتيفايد نيرس اللي هي زراعة نخاء العظم هذا تخصص نادر وجميل جدا ممكن تتخصص في السرتيفايد بريست كير نيرس اللي هو سرطان الثدي هذا للبنات تخصص حلو ممكن تتخصصي أو تتخصص في الـ Advanced Oncology Certified Nurse الـ Advanced هذا اللي هو مستويات عالية أو Advanced Oncology Certified Nurse Practitioner نيرس براكتشنير يعني بتفتحها ياتي بتعالج الناس زي اخصائي السرطان الرخصة بتاخذها لمدة 4 سنوات ثم تجدد بامتحان أو أخذ عدد معين من الدورات بالنسبة لآخر نوعين حكيناهم لازم يكون معك ماجستير على الأقل وخبرة 500 ساعة يعني حوالي 6 شهر في تمريض السرطان من أجمل التخصصات وأغربها وأظن أنه مش موجود إلا بأمريكا اللي هو الهيستوريان نيرس أو الأوثر نيرس أو الرايتر نيرس يعني أنت شغلتك بس تألف كتب في هذا التخصص أنت اختصاصك تألف كتب أو كتاب قصة وسيناريو وحوار لأفلام تتخصص أو تتحدث عن التمريض أو الفيلم بيكون عن أي شيء سواء رومانسي كوميدي لكن في مشهد مثلا البطلة دخلة مستشفى أو شيء زيك فهذا المشهد بالذات أنت اللي بدك تكتبه لأنه اختصاصك توثيق أو كتابة قصة لأفلام أو مشاهد تتحدث عن الرعاية الصحية بده يكون معك بكالوريوس مش شرط إنكليكس على فكرة يستحسن ماجستير في تخصص إله علاقة بالكتاب الأكاديمي والبحث التاريخي وإذا بدك تمارس مهنة التمريض لازم تحصل على إنكليكس فإنت ممكن تأخذ بكالوريوس بعدها إنكليكس بعدها تتخصص في هذا التخصص بتصير ممكن تكتب وقت ما بدك وممكن تشتغل في مستشفى بيد سايد وقت ما بدك أما إذا أردت إنك تكتب بس وتألف فمش شرط الإنكليكس الخبرة في التمريض تعتبر ميزة لكن مش شرط لازم يكون عندك خبرة في البحث العلمي والكتابة والنشر في مجلات علمية مرموقة ما إلك رخصة محددة اسمها ممرض مؤلف كتب مثلا لكن الانضمام لمنظمات مثل الامريكان اسوشياتين فور هستوري اوف نيرسنج هاي ممكن تفيدك شوي بتجيب لك مصداقية عالية كما إنه ممكن تلاقي عندهم مصادر ومراجع أصدقاء وناس مختصين بنفس الاختصاص تستفيد من خبرتهم لو كنت بتشتغل بيد سايد ومعك هاي الشي هذا وبدك تجدد الرخصة فلازم أقل شي تأخذ عشرين أو ثلاثين ساعة دورات تختلف حسب الولاية لكن للكتابة نفسها ما بطلبه دورات لسه ما شفتوا إشي في تخصصات ثانية أغرب وغرب هلوكم معنا لسه القائمة طويلة جدا لو عجبك الفيديو لايك للفيديو لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصل لك شديدنا أول بول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته